يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة خطيرة كلمة تخوف المرأة الصالحة لماذا يا رسول الله؟ السبب قال مما قال صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن وتكفرنا العشين تكثرنا اللعن فاللعن والسباب والشتام صفات في كثير من النسوة فتخلق أيتها المرأة المسلمة بخلق الصالحات احفظي لسانك عن السب والشتم احفظي لسانك عن كسرة اللعن لا تلعني أولادك ولا تلعني أموالك ولا تلعني أحدا ولا تسب ولا تشتمي فلا تكن الشتائم على لسانك نشاهد كثير من النسوة ونسمع شتائم اذهب إلهي يفعل بك ويفعل انت يا كذا وتشتم كهذا سبب كبير من أسباب دخول النسوة والنار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اللعن قال لما قال لا يكون اللعانون ولا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة قال لا ينبغي لصديق أن يكون اللعانة لا ينبغي لصديق أن يكون اللعانة فالمرأة الصادقة المرأة ذات الصدق الصالحة لا تكسر من اللعن ولا تشتم ولا تسب إذ هي صفة دخول النسوة النار فحذري أيتها المسلمة الكريمة من هذه الخصلة السيئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من كل ما لا يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر